السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شهيوات داري معاهين اليوم ان شاء الله هذه نقطار حليكم حليواتي التمر كتجي زوينة بزاف يجدك التمر بنين بزاف يعني كننب و بدلوا على العادة ان كيجينا التمر بنكهة القرفة غندي نفوي واحد المكوين ليعطي واحد اللدالي زوينة بزاف نبدو بسم الله على بركتي الله هنا عندي التمر صراحة يعني خديته موالفة كنحضره ولكن بضيق الوقت خديت هذا التمر هذا النوعية الجيدة لكي يكون زوين بنين بدون ما تضيفه لإضافاته كي يكون لديد غادي تضوقه بالنسبة للكمياء كتبقى على حسب العجين اللي عندكم انتومه هنا الكمياء ندرتها كاملة وبقاتلية منها هنا عدنا التمر وتمرة كنتحضرت معكم هاد التمر لكي يكون هكا عجينة التمر كنتحضرت معكم فرمدان لكي نحضرنا بها المقروض كنتحضر لها معلقة كبيرة او جوش لمعالقية الزبدة في حرارة المطبخ الأحسن أنها تكون الزبدة النوعية الجيدة لكي تضيفه لده رشيشة الملحة دائما وكاس جنجلان الذي لم يحمره لا يمكنكم تحمره انا لم يحمرته وهنا المكوّل الذي يعطي هذا اللده كثيرا هو الكراميل يعني استعملت هناك الكراميل لكي نتوفر أخوضه ستعطي واحد للده تجعل العجين التمر جيدة جدا و تجعلها بشكل مدق لكي يكونها جديد يعني لا تعرف أننا نقوم بها الزهر والقرفة ولكن نحاول أن نبدلها كشوية و يجعل المدق ديالها جيدة جدا كما لاحظتك نحاول أن ندخل مكونات كاملة جيدة في عجينة التمر و نضيفها لكي تجنسلنا و الكراميل يزيد يتلقف عجينة التمر و يجعل عجينة الديده و يتحقيق لده و يتحقيق لده و لا يوجد زوينة و لا يوجد تتحرك المدق ده و يمكنك أن تستعملها غير نصف كأس منتجين أو السمسم و لا تقوم بمثل و لا يوجد مكونات و لا يوجد المكونات و لا يوجد مكونات يجعل مدق درس و نحاول أن نشكله مدق تقريبا بوضع 16-18 كرام هذا هو الوزن المنزل و لا يوجد كبير و إذا كان صغير نحاول أن نفعل هذه الكوهرات ثم نشكلهم حراب لكي يكونوا صغرين لا يكونوا كبار يعني هذه الكوهرات قدرت فيهم بين 16 قرم حتى 17 قرم نحاول أنكم تعبروهم البيتواج بحلي وجهكم قد قد وعبروهم غير عينكم وميزانكم سوف نشكلهم حريب لاتصغر لكي تجينا الخدمة مقاعدة وكي تجي سهلة العقدة التمر سهلة لكي تحضرها في البيت نحاول أن نفوره ونحضر القشرة ونحاول أن نتحنوه أو تستعملوه كشف ورشي تضغيه يعني كي تصوب معاكم بكل سهولة هنا لدينا العجين خاصة بعجين تلوز يعني هذه كانت تبقى تلية بالحليوة التي كنت تحضرت معاكم وهذه العجين لا تستعمل معاكم سوف نقوم بإن شاء الله الرابط في صندوق الوصف هذه العجين يزوينا بثاف ونخدموها بلا وراقة كيف لاحظوه أن نقوم بغير دقيق ونورق مزيان حتى تتقرب العجين عندي تقطع وضروري من دقيقها حتى لا تلسق لها يعني كنورق مزيان نحاول أن نأخذها كشي سيكي ليكور معضي أو نأخذها كالجرارة البيتزا المهم أن نخصنا الرقق والعجين كلما رققناها نحاول أن نأخذ الحربولات التي حضرناها ونضيف العجين ونضيف العجين نهائيا بل نضيف العجين ونضيف العجين ونضيف العجين كلما يجب أدل الس pinch نستخدم العجين انتصبح بالحرقة القدرة قدره اكثر قدره لسكتح لنستخدم العجين اضع قليل البيض البيض وهناك البيض نضيفه ا焦ل اضع بجانب المطار ونظيفه رائع اضفت على البيض ونضيفه لذلك اضيفه بدأت اضفال ناكف بجانب المطار اتضيفه ونقوم بسط العجين سوف نقرس العجين لا نقرس العجين والورقة تستعملها ولكن لا استعملتها خصوصا لأخوات سوف يرى النتجة تماما بحل الورقة نحاول أن نقرس العجين نحاول أن نقرس العجين نقرس العجين نقرس العجين نقرس العجين نحاول لأصبع العجين نقرس العجين المقاربين فلحات المقاربين مع بعدياتهم كل ما يأتي هكذا الورضة تأتي زوينة يأتي هكذا كبير وليس أعطي العين لهذا نحاول أننا نقرب هكذا الفلحات ودائما نضغر الجهة التي نقرس فيها العجين أو عملنا فيها البيض وهي اللي كان طوي ونحاول هكذا البيض ونرخفها حتى تعطيني هكذا الورضة وستعملوا هنا الماء أو أنا عندي هنا البيض ونستعملوا عندما يأتي هكذا الورضة وملك الطيف الفران سوف تزيد هذه الورضة سبحان الله وتعطي المنظر الذي يكون زوينة سوف يأتي هكذا المنظر يمكنكم أن تستعملوا هذا الشكيل حتى في حلوية اللوز أو في حلوية الكوكو لا يوجد مشكلة يعني شكيلة هكذا المنظر ونغيب الموس أكيد السكين أو الموس سوف نحاول أنني نبسط نعود معكم واحدة لكي تكون الفكرة واضحة أكثر ونضرب الأصبع لكي لا نضرب العجين لكي لا نضرب العجين يعني غير نصف فقط نضرب نصف العجين فقط سوف نستمر ونقلبها ضروري لكي نصف بايد البيض ونقوم بوضع ونرخف نضيفه نهائياً لكي تضيفه الورضة و نضيفه بيض و نضيفه لهم الماء لكي يبقى مسألة اختيارية هذا هو الشكل نهائي لها بالنسبة للشكل الأول بالنسبة للشكل الثاني نصرح العجينة جيداً نحاول أن نضيفه كحري بلاز و نضيفه على شكل دميع نحاول أن نشرطه بالسكين لكي يضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و بالنسبة للقياس تصبح اختياري لكم نضيفه تصبح كبارين أو صغارين نحاول أن نضيفه لنا حشوه و نضيفه كمية تسمر نقرر لشاطلية شكل ساتل نقرر لشاطل نقرر بشكل ساتل ندرهم في صفحة الفران في صفحة الفران نشكلهم جيد في صفحة الفران أكيد نجدهم ليلة كاملة حتى يتقرمشوا نضبح الحلوية اللوز الذي يخدمهم في الصباح يعني يطيبهم هكذا في الليل أنا من الأحسن يعني خدمتم هكذا في الليل ستتردوا بأن الإضاءة مكان تشنيد شوية مجهدة لهذا خدمتم بالليل وخليتهم هكذا حتى الصباح بعد دخلتهم الفران دخلتهم مشعلت عليهم الفقه ملتحت وخليتهم يتقرمشوا مزيان يعني طابوا تتقرمشوا يعني جاءتهم يتقرمشين وذلك العقدة أعطيتهم واحد للدال يزوينا بزا وهنا يمكن لكم ديروا ناباج كذا يبقى الحاجة اختياري لكم فضلت أنني ندير أنا العسل يعني يخديت هنا العسل وحاولت أنني نديره همية بقين مازالين سخانين والحلوات دينا يعني بقين سخان وركيجي شكل دياله مزوين صراحة لما جوش واضحين في التصوير مزيان بالحكم أن الإضاءة كانت قليلة ولكن رائعين بزا بزا سوف نحاول أن يدهنهم وما بقين سخانين لما يريد أن يديرهم في العسل لا يوجد مشكلة حاولت أن يدهنهم كما يأتي بزاق لما يظهن لما يديرهم لما يجبتهم لها لما يجب أن يديرهم لما يجبون لما يجبون تحشمون لما يجبون لما يجبون لما يجبون من الألعاب لما يتحفظون تشاركوها مع الأهل والأصدقاء بشعوم الفائدة خليتكم على خير وخليت لكم الراحة إلى وصفة قادمة إن شاء الله مع السلامة تحياتي لكم شكراً ومشاهدة